اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعبد الله ابناء مذعون وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد المناف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ومرأته فاطمة بنت الخطاب وخباب بن الأرت وجعفر بن أبي طالب ومرأته أسماء بن تعميس وخالد بن سعيد بن العاس ومرأته أمينة بن تخلف ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاس وحاطب بن الحارث ومرأته فاطمة بن تلمجلل وأخوه حطاب بن الحارث ومرأته فكيهة بن تيسار وأخوه الآخر معمر بن الحارث والمطلب بن أزهر ومرأته رملة بن تابعوف ونعيم بن عبد الله بن أسد النحام وهؤلاء كلهم قراشيون من بطون وأفخاذ من شتى قريش ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش عبد الله بن مسعود الهذلي ومسعود بن ربيع القاري وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد ابن جحش وسهيب بن سنان الرومي عمار بن ياسر العنسي وأبوه ياسر وأمه سمية وعامر بن فهير وما سبق إلى الإسلام من النساء من قيري من تقدم ذكرهم أم أيمن برك الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادنته وأم الفضل اللبابة الكبرى بنت الحارثة الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهن وقد عرف هؤلاء الأقدمون ومن أسلم معهم بلقب السابقين الأولين يعني هؤلاء الناس أو اللوم لسحابة اللوم السابقين الأولين جيب إسلام بلعلوا اللوم دون دون ويظهر بعد التطبع والاستقراء أن عدد من قيل فيه إنه قديم الإسلام أو قيل فيه إنه من السابقين الأولين يصل إلى 130 صحابيا تقريبا في حدود 130 صحابيا قبله اللوم للسابقين الأولين اللي تبهلوا ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الهجرة بالدعوة أم تأخر إسلام بعضهم إلى الهجرة فيها أدي اللوم السحابة رضوان الله عليهم اللوم السابقين الأولين والهم اللوم كلهم أسلموا أسأسر أسلف خديجة كأبو بكر كأعلي كمسلوا وبالشكل دا نغيسوا نغيسوا يعني دور كان أولا الأسلم على وعلى إسلام إلا الرعيزة الأول بل أنبتوا سنق نغيسوا على والسابقين الأولين سموا قلهم لهم ذكرناتهم السحابة رضوان الله عليهم بدي لعبادتهم كفعلة عبادت لنا يوم كفعلة عبادة المؤمنين وتربيتهم النبي صلى الله عليه وسلم كفر بيوم أما الوحي فقد تتابع نزوله بعد أوائل المدثر ويقول أن أول ما نزل بعده هي سورة الفاتح أول مدثر أول سورة طهوات أوالي وحيمة تقبأ وأول سورة كاليطح وصورة المدثر سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين كل سلوات من السلبة الفاتحة تأتا هي سورة تجمع بين الحمد والدعاء وتشتمل على جميع المقاصد المهمة من القرآن والإسلام كما أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات للسلاة فكانت الطهارة كاملة هي أسمة المؤمنين والوضوء شرط الصلاة والفاتحة أصل الصلاة والحمد لله والتصبيح من أوراد الصلاة وكانت الصلاة هي عبادة المؤمنين يقيمونها ويقيمون بها في أماكن بعيدة عن الأنظار وربما كانوا يقصدون بها الأودية والشعاب سيرات أهارت ودوء كمسال شروطاتها وتصبيحهم وحمد وتهليل وتكبير لكل أورادنا صلاة العلات ومؤمنين هيين اللي سلوه علو ومننا قد تأدامنا والده اللي يقوموا عبادة حدا سنتاكموا اللي يقوموا من أكرهم لتحبا عبا علو وريم قيس علو ديو أودق وديب أدبر وديب لباب لباب أكان كان بندق يسو لسلوه علو رضوان الله عليهم ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى في أوائل أيام الإسلام وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب الشتى من التوحيد وأكثر شيء ديب توحيد ركز كلهم على توحيدنا يا رب العالمين لوحي كلمة أكدور كارين تشريعات أسرحي الدور كتشريع ما تقوم على تقليف ما تقوم على لكن بل سلات التقليف الأول لما تقوم على التوحيد يبين ركز كلهم على ويرقبهم في تزكية النفوس ويحثهم على مكارم الأخلاق ويصف لهم الجنة والنار ويعذهم مواعظا بليقة تشرح السدور وتقذي الأرواح يعني مواعظات ونصيحات وتزكيتنا النفوس ومكارم الأخلاق يبدل اللهم على النبي صلى الله عليه وسلم قل الأصحابه وقل أتباعه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب قرآن تزكيتنا النفوس كفوة لكل العلمهم على والأدرسهم على يحضو بهم إلى منازل نقاء القلوب ونذافة الأخلاق وعفة النفوس وصدق المعاملات وبالجملة كان يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني من طلمت برهان دي بنور يفكرهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويهديهم إلى صراط المستقيم ويربيهم على التمسك بدين الله والاعتسام بحبل الله والثبات في أمر الله والاستقامة عليه اللهم أسألك الثبات والاستقامة على دينك يا رب العالمين وهكذا مرت ثلاث عوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد خلال ثلاث سنوات ثلاث سنوات لسنين إلا كلها اللهم مجامع على السلف العامنو واللهم الأوائل اللهم الأولين دي بهم بعد رضع لت زيادة منهم يقيستني لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي دي منتدايات دي با كانت الجمعات دي بأسواق دي بقلي أكان قريش للجمعات دي بأسواقهم دي ببنواديهم دي بمنتداياتهم أكان تجمعهم دي بوا جهرن ودوا يعلوني بحبي وبسطور وقور أورو وأب أديمهم ومارس علوا عبادتهم وشعيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم علني جهرن قابلهم يعلني إلا أنها صارت معروفة لدى قريش وقد تنكر لها بعضهم أحيانا لكن لا أسرار ولا مصدير فقر قبقا والأخبار تتنشر قبقا وأغلب قريش أمروا أبا وسمعوا أبا واعتدوا على بعض المؤمنين ومن اللوحر اعتداء بدأ أنتم أسلمكم أنتم من دينكم دين حديث دي بأتيكم وإلا اندوية لهم أذيت وأضرار أتعريهم على من بعد من أفرادنا قريش أو من بعد جماعة أنفار منهم ولكنهم لم يبالوا بها بصفة عامة حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهاتهم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله الحلقة الجاية الجهر بالدعوة دي بقناتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة